موسيقى 85 ألف درهم مع إلزمه بأداء تعويض مادي بشكل مستعجل لكل الخسائر التي ألحقت بالمركب الشرفي وذلك بعد تقييمها وتحديدها من طرف إدارة الملعب وتقرر أيضا معاقبة فريق نهضة بركان بإجرائه مبارتين نافذتين دون جمهور مع تغريمهم من بلغ 10 ألف درهم وكشف بلاغ الجميع الصادر عبر موقعه أن الخسائر الجسدية والمادية نهزت حسب التقديرات الأولية 670 ألف درهم وكانت أحدث الشغب لشهدها الملعب الشرفي لوجده قد خلفت خسائر مادية كبيرة تمثلت في تخريب أرضية الملعب بالإضافة إلى تخريب المنصة الشرفية بحيث أقدمت بعض الجماهير المشاركة في أعمال الشغب على تبادل الرشق بالحجارة والكراسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر